نحكيو عالسيهار الفلاحين سيهار المغربين وماناجموش نقدمو معناتها بالوضع اذاك انا ما عندي نظرة اخرى في الحكاية هذي الصغير ما يبدأ صغير كان يقدم وحده واقتالي تلم على خاطر الوضع اذاك وضع هاي كلي واقتالي تشوف جيهات فلاحتنا تاع فلاحة صغيرة ماشي ما عنا في امريكا ولكن ما في روسيا عنا فلاحة عنده عنده هلوف من الاكترات هذيك وقتالي تشوف انت اي جيهات كما كذا احنا في تونس في تونس اكثر من ثمانين في المية عنده باربع خمسة اكترات هذو كم هومة هذو ما هومة هذك وضع اللي احنا عنده كيفاش نجمو نلموهم بش يخطمو مع بعضهم بل صغير هاليك بثلاثة اربع بقرات يولي يمثل اربعين خمسين بقرات اكثر من هكا نمشي معاك اكثر من هكا انه هذو ما فيهم جزء كبير من الفلاحة اللي محتوطين بلاك ليستيه في البنوك ينجر ما ينجمش على خطر كي يقعد واحده مع تحادك يجيبش يستثمر ولا يزيد حجر ما ينجمش كي هو الفلاح الكبير عنده مشاكل متاع فلوس خلينا ما الفلاح الصغير ما عادش نجم يقدر كيفاش هالحل شنوه كما انت يجبت المهدية ولا يجبت لازم فالعالم كما قال سيباشير كبيريك يقال في امريكا ثمانين في المية وخمسة ثمانين في المية ما الفلاحة فيتعاد وضعية بسي ترع مش معانتها معانتها كيفاش نبدأ ونخدمه جميع باش نجمه نشريه جميع باش نجمه حاجة هاد اما زادة في اطار منظومة وقت اللي نحكيه على هاي منها بتاع الكارتال ولا كده لا لا مثال تاع قوة هاذاك مولم وعنده فلوس وعنده ملمومين معاناته رجال اعمال وصاح اتترا والفلاح تلقاه معاناته بخمسة بقرات وان شاء الله ينجم يوكل الولاد واتترا كيفاش الحل هاذاك نلقاوله حل عمرو المنظومات المنظومات هاذاك قد في كلام قد لتيوري على خاطر منظومات وقت تشوف انت المجمع المهنية المشتركة مهني المشتركة ما معاناتها من المنتج حتى حتى المستهلك فما معاناتها علاقة ماتينة ما بينهما كل كل حلقة تختب حلقة الاخرى ونتفاوض ونتكلمو ونلقاول الحلول مبعدا ايش كاريب رحو صارت اجتماع بالمشتركة يحضروا فيها النقبيين يحضروا فيها المسؤولين في الوزارة يحضروا فيها المصنعين تسير معناiamoci هذا في الوتيكا في وزارة الفلاحة هني باش نجاوبك هني باش نجاوبك هني باش نجاوبك هؤدت تعمل اجتماعات في المجمع المهني المشترك وتتفهم وتفهم بكل دقة لهم المشاكل وتعبير كل..."تشخيص باي باش؟ وما بعد في المجامعة الناس الكل ممثلة حتى من الإدارة، حتى من وزارة المهنية، ووزارة التجارة، ووزارة الفلاح، وبعدها تجي وتمشي للوزارة وتعاودها كالدراسة وتعاود كل شيء كأن المهنة برماتها لا تصل حد شيء. نمشيه بمقترح، بقرار مهني، معناتها اللي لم لخيان الكل في إطار المنظومة يهزوا الريح. ما عادش نجمو نمشي ولا نعتيو قيمة لرجال اللي يخدموا في إطار المهنة، من الفلاح الصغير للفلاح المتوسط للفلاح الكبير، وبعد المركز تجميع، وبعد المركزيات، ما نجموش الفلاح المنتج، ما نجموش يخدم بغير صناعي. لذلك فما لازم العلاقة هذه تولى صافية وشفافة. هذا كهو المشكلة. اليوم الفلاح معناتها قاعدة وقاعدة في المشاكل متاعه، ينجم يعيط، ينجم يبكي، ينجم يطايج، يبيع، ينجم كذا، حتى ما يتلفت له. أما المشكلة فيه نوصله في أزمات. على خاطر الإنتاج عند المنتج، ليس الإنتاج عند الصناعي. هاو التحذيرات. هذا كهو، وقتلي فما التنمية، وقتلي فما التنمية، وقتلي فما التنمية، تتلاقي بالقطاعات الكل، وخاصة من قطاع الإنتاج. القطاع الإنتاج، قطاع مانسي، قطاع موش موجود. بربي نحبك تعقب لي شوي على المسألة اللي ذكرتها قبيلة تتعلق بتصريحات للنائب في البرلمان بدردين الجامودي اللي يحكي على الوصوص الأعلى، يحكي على مستودعات سرية، على معتا توزيع العلفة معتا بالمعارف، مش توزيع العلفة، هو المشكل الأساسي هو في السداري، سي سداري كما قلنا. وقتلي نجيه في أعوام صعيبة، والناس الكل طابع على السداري وما فهمهش. دونك غادي فما احتكال، وغادي فما التلاعب كبير، ونعرف اللي فما سوق سوداء، ونعرف اللي فما ميليا أردوات. هذا النخالة معنات. النخالة، سداري ينخال. في تسعينات، بداية تسعينات، السداري كانت تأخب البونو من عن ديوان الحبوب، معنات ديوان الحبوب عنده ورقة واضحة، يعرف قداش قمح يدخل في المسألة، ويقوم بصانع، ويعرف قداش قمح يدخل في السداري وتعف كده. بعد تحاول، تحاول، حكاية السداري، الرخصة بتاع السداري، للا هاي النقابة، للاتحاد الفلاحية. وانا نبقى في الحكاية هات. وقلنا مئة ألف مرة لازم هاذا كي ترجع لحكاية السداري للدوان الحبوب. داكور دوان، ولا لوزارة الفلاحة، ولا… شكورهم اللي يتحكموا فيها، شكورهم المافيا، شبهها في علاقة لمندوبية الجهوية، النقابة الجهوية، شنو؟ sieht ki at the waist when you saw the cap. وقتها اللي فهم وتق políticas- وقتها اللي فهم سوق سوداء، وقتها اللي فهم معناتها عرض عقل بالطلب، ستن byens get out the questions. و callsیں اللي مراقبة؟ وين الدولة؟ ذاك هو، ذاك هو، إذاك هو، إذاك هو، أين؟ أين مني؟ سأل في أهل المهنة، long night-range � احنا كمانيين متعرفهمش الحدارة زال بتجارة متعرفهمش في الجهاز السلطة تعرف كل شي في الحكاية هذي لازم يتبقوا القانون ويبدون بكل سرامة في الحكاية هذي مفاماش لعب تجيك وزالة تجارة تقول كيمشو جمد الأسعى شكون الاربيتر في الحكاية هذي وزار تجارة زارت تجارة رقما بعيد وساعة ساعة تعمل ديكلاراسيون انتي اعطيت الحكاية هذه اللوترب مش عربيت الوترب هو الإكزيكوتور هو يقرر أن يأخذك الاتحادات الجهوية الاتحاد الفلاحي الاتحادات الجهوية أنت لديك منتوج والمندوبيات الجهوية للفلاحة لديك منتوج أين العرض؟ أقل برشا من الطلب وعندك منتوج فيه دعم خاطر نفس الحال يخلق إذا كان العرض ما هو قد الطلب لتخلق السبيكولات السبيكولات وهي تخلق الاحتكار عندما عندك خدمتهم هي البيعة والشرية البنوات عندما عندك خدمتهم هي المضاربة بالشعير والسدير عندما ترقل أسعار هذي كيف تتفايده؟ تنجم سيفريا تتفايده بالمترك تنجم تحط أنت على كل مندوب على كل الاتحاد الجهوي تحط بوليسي عس وإلا تنجم تبدل منظومة إخي موقع مندوبية متع تجارة مندوبية الفلاحة منجمش يشوفوا منجمش يراقبوا منجمش يشرفوا على العملية متع توزيع وإلا مشاركي وإلا مشاركي تحطوكا أنت ما تنجمش تحط وضعية اقتصادية متنجم تخلق كال المضاربة والإحتكاء وتقولوا بربيش بي فهم أشرار يعمل في المضاربة والإحتكاء أشرار والدولة دولة دولة فهم أنت الدولة أنت عطيته قتله أنت يخدمه حسام أنت تحمل جزء من المسؤولين للدولة في عملية المراقبة قبل المراقبة في حطان قواعد لعبة معتا فهمت تقصير إذا كان مش فهمت تواب الدولة حتى قواعد لعبة مغلوطة مش ينجموا لها الأشرار هذو ما يعملوا مضاربة والإحتكاء